سيد رئيس مجلس المستشارين المحترم سيدات والسادة الوزراء المحترمون سيدات والسادة البرلمانيون المحترمون طبقاً لأحكام الفصل 88 من الدستور نعقد هذه الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان تخصص لتقديم البرنامج الحكومي الكلمة للسيد رئيس الحكومة فليتفضل مشكوراً شكراً للمشاهدة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين سيد رئيس مجلس النواب المحترم السيد رئيس مجلس المستشاري المحترم سيدات والسادة الوزراء المحترمون حضرات سيدات والسادة النواب والمستشاري المحترمين لازل المغرب يواجه اليوم أزمة غير مسبوقة شأنه شأن كل بلدان العالم وقد شكلت هذه الأزمة التي يواجهها المغاربة بشكل جماعي لحظة وعي حقيقية أبانت فيها بلادنا تحت الرياضة الملكية السامية عن قدرتها على الصمود والتكيف إذ أعلن جلالة الملك التعبئة العامة للحد من آثار الأزمة وجعل صحة المغاربة فوق كل اعتبار فتجندت كل السلطات العمومية وانخرطت المواطنات والمواطنون في إجراءات منفردة لمحاصرة الوباء وتحقيق المناعة وإن كان صحيحاً أن الوباء المرتبط بفيروس كوفيد 19 لم يكن وراء كل الإشكاليات إلا أن انتقاله السريع كشف بجلاء عن النواقس الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا وكشفت الأزمة عن دخامة الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمن الاجتماعي وإدراكاً منها لحجم التحديات تقدم الحكومة أمام أنظار مجلسكم الموقع مشروعاً موحداً للتحول الاجتماعي والاقتصادي مشروعاً مستمداً أساساً من التوابط الدستورية يرتكز على قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية ويقدم هذا البرنامج الحكومي إجابات واقعية وطموحة للخروج من الإزمة وللاستشراف المستقبل والاستشراف المستقبل بعزيمة وتبات من خلال حزمة إجراءات تبتغي تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد والإجابة الصريحة على أولويات المواطنين والمواطنات حضرت السيدات السادة إن نجاح بلادنا في ربح رهان هذا التمرين الديموقراطي يدعو لنبدأ مصار جديد تقع على عتقنا جميعاً حكومةً ونواباً ومستشارين ومنتخبين مسؤولية النجاح في تحقيق أهدافه وإن التشكيل الجديد سواء على مستوى الوزراء أو أعضاء البرلمان بغرفته أو باقي المنتخبين تعكس إلى حد كبير نجاحنا المشترك في تجديد النخب السياسية وهو مؤشر إيجابي ستظهر نتائجه لا محالة على أرض الواقع وأغتنم هذه الفوصة لأتوجه إلى حضراتكم بخالص تهاني على التقى التي حضيتم بها من لدني الناخبات والناخبين وعلى المسؤولية التي قلدكم إياها الشعب المغربي لتمتيله في هذه المؤسسة المحترمة كما أتقدم بالتهنئة للأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة وأتوجه إليها بخالص تقدير على انخراطها في هذه المرحلة الجديدة آمناً أن نرتقي معاً بالعمل السياسي بمعناه الإيجابي المؤتر لنقدم البديل الذي يتوق له المواطنين والمواطنات ونرفع معاً التحديات تنفيذاً لرؤية متبصرة لصاحب الجلال نصر الله والمبنية بالأساس على التفاعل السريع والناجع من مع تطلعات المواطنين والمواطنات وأود هنا أن أتوجه إليكم جميعاً اليوم للتأكيد على ضرورة تضافر جهودنا جميعاً لأن نجاحنا كحكومة مرتبط كذلك بنجاحكم في أداء مهامكم التشريعية ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى تسريع الزمن التشريعي وندرك جميعاً حجم انتظارات المواطنين وحجم المسؤولية التي تقع على عاتقنا جميعاً وحجم الإنجاز الذي ينتظر منا تحقيقه وإذا ما دبرنا معاً الزمن التشريعي والديمقراطي وفق مقاربة شاركي بالناء سننجح إن شاء الله في إحداث التغيير الذي ينتظره المواطنات والمواطنون كما أود اغتنام هذه الفرصة لاتجاه لأتوجهها خاصةً لفرق الأغلبية من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعاً في توفير الظروف المتلى لضمان تكامل وانسجام مختلف مكوناتها ولجعل الخيط الناظم لعمل الأغلبية واضحاً في ضرفية تقتضي تخليق الحياة العامة لاسترجاع تقتل المواطنين في العمل السياسي وتحسين مكتسبات دولة الحق والقانون وتحفيز الاقتصاد الوطني وضمان تكافؤ الفرص لكل المواطنين والمواطنات سيد الرؤساء سيدات السادة الوزراء السيدات السادة النواب والمستشارين المحترمين لقد قطع المغرب أشواط هامة في ورس تعزيز الديموقراطية والإصلاحات السياسية وتتمتع اليوم بلادنا بمشروعية سياسية وتاريخية وتقافية مستمدة من الملكية المغربية ذات التاريخ العريق والوطنية الدائمة والنفس الإصلاحي العميق والمبادرات الجريئة فبلادنا المستقرة الآمنة بفضل الله والإرادة الحقوقية والإصلاحية الراسخة لجلالة الملك محمد السادس رحفظه الله ونصره وانخرات كل القوة الحية تحصد اليوم ما زرعته خلال العقدين الأخيرين من المبادرات السياسية الوازنة والإجراءات الحقوقية الجريئة كالدستور 2011 وشجاعة إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وزرعة التغييرات الجوهرية في مدونة الأصال وإقرار المفهوم الجديد للسلطة وطرح ورش الجهوية المتقدمة وفتح ورش إصلاح العدالة وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغير ذلك من الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي سنعمل داخل الحكومة على استثمارها وتكريس أطارها الإيجابي على حياة المواطنين والمواطنات لتعزيز بناء دولة الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية القادرة على لعب دور تنموي استراتيجي في خضم التحولات الإقليمية والدولية المحيطة بها وتعتبر الحكومة بأن الديموقراطية والسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات هي قدايا أفقية رئيسية ومشتركة بين عدد من القطاعات يحتاج النقاش فيها إلى روح جديد وتناسق والالتقاء يناجع كما أن هناك حاجة مليحة اليوم إلى تحيين خطة العمل الوطني العمل الوطني في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان بهدف تطويرها وتجويد محاورها من أجل تقوية مسلسل الإصلاح السياسي في بلادنا وضمان فعلية حقوق الإنسان بكل أجيالها تعزيزاً لدينامية الوعي الحقوقي بالبلاد كما أن ورش إصلاح منظومة العدلة وما تحقق فيه من المكتسبات قد جعل بلادنا نموذج بهذا المجال خاصة وأن الإصلاح القذائي لم يقتصر على جوانب تقنية فقط وإنما له بعد استراتيجي يروم بناء دولة القانون وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة الفساد وجعل المواطنات والمواطنين كلهم سواسية أمام القانون والقذاة وتشبتاً منها بتوابط الأمة الجامعة والمتمتلة في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختياط الديموقراطي واستحضاراً منها لقدسية السيادة الكاملة لبلادنا ووعياً منها بإكراهات التحديات الخارجية وانطلاقاً من التراكمات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا تحت القيادة الدبلوماسية السديدة لصاحب جلالة المتجسدة في جدية ونجاعة مقترح الحكم الداتي بالصحراء المغربية والاعتراف الأمريكي بسيادة بلادنا على جميع طرابها وفي ظل ارتفاع وطيرة التمثيل الدبلوماسي الأجنبي بأقالي من الصحرية وترسيخ الصورة المشرقة لبلادنا داخل القارة الإفريقية وباقي الملتقيات الأممية ستبقى الحكومة ملتفة وراء جلالة المالك الضامن لحوزة البلاد وستسير على النهج الملكي القويم للطي النهائي لملف الصحراء المغربية وذلك بالاعتراف الذي لا لبس فيه بالسيادة الوطنية وبإقرار الحل السياسي الذي قدمه المغرب والذي لقي تجاوباً واسعاً لدى المنتظم الدولي وأريد في هذا المقام أن أتقدم أمام مجلسي البرلمان المقارن باسم الحكومة بتحية تقدير وإكبار لجلالة الملك محمد السادس نصار الله وأيادات القائد الأعلى ورئيس أركال الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على العناية المولوية السامية الذي يوليها للقوات المسلحة الملكية والدارك الملكي وأشيد بالروح العالية للتفاني والتضحية التي ما فتأ رجال ونساء المؤسسات يبرهنون عليها من خلال مزاولتهم لمهامهم النبيلة واستعمال الحكومة جاهدة على حسن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وذلك بتسخير كافة الإمكانيات والوسائل الكفيلة بتمكين القوات المسلحة الملكية من الطلاع بالمهام المنوطة بها في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدة ترابه وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وكذلك بالمهام التي تشارك فيها في إطار عمليات حفظ السلام والأمن الدولي كما استعمل الحكومة على الاستطمار الأفضل للإجماع الوطني حول الوحدة الترابية وعلى الإشارات القوية الصادرة عن نسبة التصويت الكبير في الأقاليم الجنوبية في الاستحقاقات الأخيرة وعلى الحضور القوي للمملكة المغربية داخل مختلف المحافل والتكتولات والقواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية كما تلتزم الحكومة بالتجند وراء جلالة الملك نصار الله للتسدي للتحديات الخارجية والدفاع عن المصالح العليا للوطن ودعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز قدرات الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الاقتصادية والتقافية نصرة لقضيتنا الترابية وتقوية للضوء الذي تطلع به بلادنا على الصعيد القاري والدولي وسنعمل داخل الحكومة على مواصلة دعم مسار التنمية بأقاليمنا الجنوبية والوفاء بكل التزامات المعلنة سابقاً وتسريع تنفيذ مختلف المخططات والبرامج التنموية المسترى في إطار وحدتنا الترابية المساندة باختياراتنا للجهوية المتقدمة هذا الوش الأخير الذي ستعمل الحكومة على الإصراع باستكمال إرسائه وفي هذا السياق ستعمل الحكومة على توضيذ الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي وكبديل تنموي لتعطير السياسة العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات والولوج للخدمات العمومية الأساسية وبالتالي إنعكاس ذلك على التوزيع العادل للطروة بين الجهات كما ستعمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج وعلى نهج يضمن الاستقلال في التدبير المالي والإداري للجهة ويجعل من هذه الأخيرة قطباً تنموياً حقيقياً ورافعاً للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكاً أساسياً للدولة حضرت سيدات السادة لقد نهج جلالة الملك نصار الله سياسة فتاح وتعاون وصداق مع مجموعة من الدول المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين الاستراتيجيين مما عزز مكانة المغرب داخل المنتظم الدولي وجعل مواقف المملكة المغربية قوية في مختلف المحافل ومكنها من الدفاع عن قضاياها العادلة بكل فخر واعتزاز وإن دعم السياسة الخارجية لبلادنا عامةً وفي مجال التعاون جنوب جنوب خاصةً والذي يقوده ويرعاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله هو مرتكز ستعمل هذه الحكومة على ترسيخه فالمغرب بقياد جلالة الملك بعد عودته إلى أحضان أسرته في اتحاد الإفريقي وإصراره الدائم والمبدأ على التمسك بجدوره الإفريقية يسعى بكل صدق ومزداقية إلى تطوير شراكات قوية مع عمقه الإفريقي وفق مبادئ التبني على توجهات التنمية المشتركة ومن جهة أخرى استحضروا الحكومة التوجهات الملكية السامية المتعلقة بالعناية بمغاربة العالم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المغربي ويساهمون في تنمية بلدهم من زوايا مختلفة وتعتزم الحكومة تنفيذ عدد من البرامج والمشارع للنهوض بأوضاعهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم سواء فيما يتعلق بالجانب الثقافي والتربوي والاجتماعي أما فيما يتعلق بالمواكبة القانونية لتبسيط المساطر ودراسة ومعالجة الشكايات وكذلك على مستوى تعبئة وتشجيع استثمارات الكفاءات ودعم الدينامية المقاولتية وجمعيات مغاربة العالم واستعملوا الحكومة جاهزة على تعزيز الصورة المشرفة للملكة خاصة لدى المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية الصاهرة على احترام الحريات وحقوق الإنسان والحكام الجيدة والديمقراطية التشاركية والشفافية ومحاربة الفساد وتحسين ترتيب المملكة في مختلف مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية السادة الرؤساء السيدات السادة الوزراء السيدات السادة النواب المستشارون المحترمون المستشارين المحترمين أعطى جلالة الملك محمد السادس نصر الله الانطلاق الفعلية لبناء نموذج تنموي تشاركي جديد يرم وضع خطة للانتقال إلى مغرب مزدهر مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، ومغرب الاستدامة والجوءة خطة يؤطرها ميتاق وطني ويجعلها لحظة توافقية لانخيرات جميع الفاعلين في مجال التنمية حول طموح جديد للبلاد ومرجعية مشتركة تقود وتوجه عمل جميع القوى الحية بكل مشاربها وإننا نتعهد بإلى الأهمية اللازمة للميطاق الوطني حتى يكون وطيقة موجهة لعملنا باعتباره التزاماً وطنياً أمام جلالة الملك وأمام المغرب كافة ونلتزم داخل الحكومة بإنجاز الأوراس الستراتيجية الكبرى وأجرأت النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية وسنعمل على مأسسة آلية تتبع وتقييم آداء السياسة العمومية والإصلاحات كما يوصي بذلك النموذج التنموي فضلاً عن التتبع الدقيق لتقدم الأوراش ودعمها ودعم تنفيذها وتجاوز العراق المحتملة حضرت سيدة السادة إن البرنامج الحكومي التي أتشرف اليوم بعرضه أمام مجلسكم موقع تبقى لأحكام الفصل 1880 من دستور الملكة يستمد دروحه وفلسفته من التوجهات الملكية السامية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد للملكة وينهل من الإجراءات التي التزمت بتنفيذها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية والتي استعترت باهتمام المواطنين والمواطنات وصوتوا لمضامنها بأغلبية وهو مشروع نابع من توابط المملكة وترائها التاريخي وحيوية تقافتها وتعدد هويتها وتنوع إمكانيتها مستشرف لآفاق التنمية المندمجة والمستدامة وقد تم وضع هذا البرنامج وفق مقاربة تشاركية للإجابة على انتظارات اجتماعية ملحة ولتجاوز آطار الجائحة وتحقيق إقلاع اقتصادي يعزز مكانة المغرب قاريا ودوليا بعد أن تمكننا من تقوية تجربتنا الديموقراطية بتنظيم مختلف الاستحقاقات انتخابية بنجاح كبير أكده المتتبعون وطنيا ودوليا وميزه إقبال استثنائي للمواطنين والمواطنات على صنادق الاقتراع مؤكدين بذلك رغبتهم في إحداث التغيير من داخل المؤسسات وفي مواصلة مسار البناء الديموقراطي التي تسير فيه بلادنا بقيادة جلالة الملك نصار الله وأيده ولمواجهة تحديات الراهنة والخروج من الأزمة الحالية بنجاح يقوم البرنامج الحكومي الذي نعرضه على أنظاركم اليوم على خمسة مبادئ توجهية واحد تحصين الاختياط الديموقراطي وتعزيز آليته مأسسة العدالة الاجتماعية وضع رأس المال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا جعل الكرامة المواطن أساس السياسات العمومية تسيع قاعدة للطبق الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والابتخارية وانطلاقا من مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وبناء على مقترحات الأحزاب السياسية المكونة لإتلاف حكومي يرتكز البرنامج الحكومي على ثلاثة ديلة محاورة استراتيجية الأولى هي تدعم ركائز الدولة الاجتماعية تانية هي تحفيز الاقتصاد لفائدة التشغيل تالتا هي تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي في ذات الآن لا يعني التركيز على هذه الأولويات إغفال باقي القطاعات وإنما هو من باب التجاوب الفوري لما عبر عنه المغاربة من اتدارات مليحة في حين أن القطاعات كلها ستحضى ببالغ الاهتمام سواء فيما يتعلق باستكمال الاستراتيجيات والمخططات التي سبق إطلاقها وأتبتت نجاعتها أو فيما يتعلق بالمجالات التي تستدعي المزيد من المواكبة والإصلاح أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة كقطاع الجهيز والماء والمعادن والتاقة والبيئة والإسكان وإعداد التراب الوطني وخدمات النقل والاتصال والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية حضرت سيدة السادة خلال انتخابات الجماعية والجهوية الشريعية اختار غالبية الناخبين دعم الأحزاب السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية والتي تضم إجراءات محددة وأظهرت الإرادة الشعبية من خلال نسب المشاركة ومخرجات صندوق الاقتراع أن إعادة التقى في العمل السياسي يمر لا محالة عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصدقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين وسيراً على نفس المنهجية حدثت الحكومة عشر التزامات كبرى تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بمحاسبة وتيسيراً لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية يتمثل أبرزها إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال خمسة للسنوات المقبلة إن شاء الله رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% اليوم تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة حماية وتوسيع الطبق الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لانبطاق طبقة فلاحية متوسطة في العالم القاروي تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن ستندولة عالمياً عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات تفعيل الطابع الرسمي للأمازرية خاصة من خلال إحداث صندوق خاص بميزانية تصل لملياردية الدهم بحلول سنة 2025 هذا وستعمل الحكومة على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو الاقتصادية للملكة خلال مدة ولايتها سيدات الأستاذة إن الحكومة التي أتشرف بقيادتها والمعتز بثقة ودعم جلالة الملك السامية والتوجيهات المولوية النية تعي سيداً أن مهمتها الأولى تتجلى في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتتمين رأس المال البشري المغربي وتطمح إلى السير بعزم وتبات لحفظ كرامته وتعزيز حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته وإن أبرز المشاريع التي ستنصب الحكومة على تنفيذها في هذا الإطار ستتمثل في روش تعميم الحماية الاجتماعية وفقاً لرؤية الملكية السامية في شهر يوليو 2020 أعطى جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش انطلاقة انطلاقة مشروع اجتماعي ضخم يعد طورة اجتماعية ويتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة وتلا ذلك خطابان ساميان في شهر غشت وأكتوب من السنة نفسها أكد على أولوية هذا الطموح الملكي كما أعطى جلالة الملك تعليمته إلى الحكومة للعمل على تنفيذ تدريجي لتعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و2022 وتطبيق التوجيهات الملكية السامية خاصة تلك الواردة في خطاب جلالة الملك يوم الجمعة الماضي بمناسبة افتتاح أشغال هذه الولاية التشريعية تنخرط الحكومة في مواصلة ورش الحماية الاجتماعية وتعميقه باعتباره ورشاً يحظى برعاية جلالة الملك وتقوم السياسة الاجتماعية للحكومة على أربعة ركائز من شأنها ضمان تكافؤ الفرص حقيقي لجميع المواطنين والمواطنات وتتمين رأس المال البشري لبلادنا ويشكل تعميم الحماية الاجتماعية الركيزة الأولى لتدعم ركائز دولة الاجتماعية فيما تتعلق الركيزة الثانية بإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر لأكثرها شاشاً وللحد من التفاوتات الاجتماعية واقتصادية تقدم الحكومة على وجه الخصوص وبإيطال مشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية دخلاً قاراً كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن وتعويضات للأسر المعوزة كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم ومن أجل تسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة بدناً من المساعدات المتفرقة ستسرع الحكومة بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفدين وسيمكن هذا الإجراء من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها وستستكمل هذه التدابير الاجتماعية باستثمارات مهمة في القطاعات الاستراتيجية للصحة والتعليم إذ يتطلب تعميم الحماية الاجتماعية تأهيلاً حقيقياً للنظام الصحي الوطني الذي يعتبر ركيز التالت للدولة الاجتماعية للاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات في قطاع الصحة وقد أكد جلالة الملك في خطابه السام الأخير على أن التحدي الرئيسي هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية طبقاً لأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص وهو الرهان التي تدركه الحكومة جيداً وستعمل بكل جد وتفاني على تحقيقه لأن تعميم الحماية الاجتماعية سيولد زيادة في الطلب على الرعاية الصحية تولي الحكومة أهمية خاصة لرفع العديد من تحديات المجال الصحي ابتداءاً بتأهيل المستشفى العمومي ولهذا الغاية تلتزم الحكومة بتعزيز خدمة الصحة العمومية من خلال تنفيذ خطة موحة رمو تلبية الحاجة الماسة على المدى القريب مع توفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي على المدى البعيد ولتمويل الخطة الشاملة لإصلاح قطاع الصحة تلتزم الحكومة بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال ولاية الحكومية وتشمل العناصر الأساسية لإصناح منظومة الصحة رفع عدد العاملين في الرعاية الصحية مراجعة وضعيتهم وفقاً لكفاءتهم وتضحياتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمتل وتعميم طب الأساء على نحوين تدريجي وتعزيز المراكز الصحية الأولية وإحداث شبكات مستشفيات جهوية فضلاً عن ذلك فإن إحداث بطاقة صحة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية ومراجعة السياسة الدوائية ومنح تحفيزات لمهنية قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي لمهنية الصحة وتعزيز السياسة الوقائية كلها إجراءات من شأنها إعادة استقلاء المواطنين في المستشفى العمومي المستشفى العمومي لا يوجدها لا يوجد ذلك كلها إجراءات الصيادة سلموا عليهم فضلاً عن ذلك فإن إحداث بطاقة صحية وتتجلى عفواً وتتجلى ركيزة رابعة للدولة الاجتماعية في إصلاح المدرسة العمومية والرقيبها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية ومشتلاً لكفاءات المستقبل ويقوم إنجاح تحدي مدرسة ذات جودة على الاهتمام المتجدد بفاعلي عن درسة العمومية وتعزيز الطموح التربوي لتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي ويعد إتقال أطفال المغاربة لمكتسبات المرحلتين الابتدائية والتنوية شرطاً لازماً كي تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها ويتطلب التقدم نحو تكافؤ الفرص دعم سياسة موحة للطفولة المبكرة وتمكن الأطفال من المعارف الدورية وتربية الناشئة على التشبت بالقيم التقافية المغربية بكل مقومتها الإسلامية والطورتية والفكرية والمعرفية والاجتماعية والفنية مع الحرص على مواكبة الجيل الصاعد من أجل تشبعه على قيم الانفتاح والتسامح بين الأديان والاهتمام بالأرث التقافي بمختلف مكوناته ولهذه الغاية تعتبر الحكومة رد الاعتبار لمهنة التدريس مدخلاً رئيسياً لإصلاح المنظومة التعليمية والتربية من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم وتعزيزاً لكفاءة الأساتذة ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهئة التعليم وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي بالموازة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة كما أن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تقتدي تحسين دخل الأستاذ في بداية المصار ومواكبة هذا الأخير وتقييما منتظما للكفاءات وفي إطار حوار اجتماعي الوطني تلتزم الحكومة خلال السنة الأولى من مولايتها بفتح حوار اجتماعي خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمتيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرمية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجر عند بداية المصار لحملة شهادة التأهيل الطربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين هذا وستجعل الحكومة من الاستثمار في الرأس المال البشري أولوية لتمكيل قطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاءات كالتلأم مع احتياجاتهم حيث سيمكن تزويد تكويل جامعي من تزويدها بموارد بشرية مؤهلة قادرة على تلبيت متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار وتعزيزا لجاذبية مؤسسات التعليم العالي في بلادنا ستذشين الحكومة خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق تقافة مركبات جامعية حقيقية ومن أجل انفتاح أكبر على عالم المقاولات ستعمل الحكومة على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني وستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكويل المهني والتكويل المستمر قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات وفي المجال التقافي ستعطي الحكومة الأولوية لإدماج تراتنا التقافي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين تحقيق تنمية واسعة للإنتاج التقافي واستطمار التعددية التقافية في مختلف تعابيرها وتوفي شروط تنمية تتيح لبلادنا الانخراط في عالم المعرفة والتواصل هدى واستعمل الحكومة على العناية بالشباب في إطار بنامج شمولي في إطار بنامج شمولي ومتكامل من خلال إحداث جواز الشباب لتسهيل الاندماج والتنقل والتمكين التقافي لهذه الفئة وسنعمل على إشراك الجماعة التقافية والشركاء الاقتصاديين من أجل تعزيز وتنويع عرض الخدمات مع مرور الوقت أما في المجال الرياضي واعتباراً للأدوار المتنمية للرياضة فإن الحكومة عازمة على إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الترابي ومنح التربية البدنية والرياضية ما كان بارزة في البرامج الدراسية وبت دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية على الصعيد الترابي من خلال تحفيز الجامعات الرياضية وتشجيعها على ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي المعني كما سيتم العمل بشراكة مع مختلف المتدخلين على تقوية حضور المغرب على الساحة الرياضية جهوية ودولية والحتي على تنسيق وتكاتف الجهود من أجل تحسين إنجازات الرياضيين المغاربة على الصعيد الجهوي والدولي في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجامعية السادة ورؤساء سيدات السادة الوزراء سيدات السادة النواب المستشاري المحترمين شكلت شكلت الجائحة صدمة خارجية قوية للاقتصاد الوطني فاختل الواقع اليومي للمغاربة وانهارت أنشطة العديد من المقاولات ولم تتردد الدولة في القيام بدورها والتدخل للحد من تشضي نسيج الانتاج الوطني ومكن الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 والذي أحدد بتوجيه هذه الملكية من تمويل التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والتخفيف بشكل كبير من آتار الأزمة الصحية على المقاولات والأسر في المقابل فإن كان صحيحاً أن هذه التدابير سمحت بالحد من آتار الصدمة فإن الضحايا الاقتصاديين للأزمة كثيرون خاصة في صفوف الشباب والنساء الذين يعانون أصلاً إقصاء حد من الاقتصاد المهيكل وبشكل أعم يظل تشغيل والحد من تفشي البطالة من القضايا الكبرى التي تشغل بالا المغاربة وتواجه الحكومة في هذه الحالة الطارئة بتنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي التحكمات لتد المبادئ جعل تشغيل المحوى الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي العمل على تعزيز السياسة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية التعريف بالمنتوج المغربي وطنياً ودولياً وحمايته من المنافسة المشروع وتشمل هذه السياسة خمسادياً للمحاورة الرئيسية سنوح الإنعاش فوري لاقتصاد الموطني وضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة وتفعيل إصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني تنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي وأخيراً سن سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء ولتنفيذ المحاورة الخمسة الرئيسية للتحول هيكلي لاقتصادنا تعتمد الحكومة إجراءات محددة تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقسيين من سوق شغل المصاحبة السريعة للمقاولات المهددة بالإفلاس من خلال مواكبة وتجيه تحفيز المبادرة الخاصة من خلال تدليل العقبات التنظيمية والإدارية خلق رجة نافسية من خلال مواكبة وتطوير مقاولة نافسية الملتكرة والدفاع عن علامة صنع المغرب في نأجلي دعم الإنتاج الوطني وتفاعل مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولايات الشرعية ستعمل الحكومة أيضا على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العموية ومواكبة مصار الإصلاح الضريبي وتعزيزه في أسرع وقت بميطاق جديد ومحفز للاستثمار حضرت سيدة السادة لتقديم إجابة فورية للذين يظلون دون مؤهلات وعانوا من تأثير الإزمة تقدم الحكومة ابتداء من 2022 لمدة سنتين برنامج أوراش عام رسورة وكبرى في إطار عقود مؤقتة على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية دون اشترات مؤهلات وسيمكن هذا البرنامج من خلق لا يقل عن 250 ألف فرصة شرل مباشرة في خضون سنتين كما تقدم الحكومة ابتداء من سنة 2022 برنامجا لدعم المبادرات الفردية ويتخذ شكل مواكبة وتوجيه وتكوينات من أجل هيكلة المسروع في كل أطواره منذ تصوره الفكرة إلى تحقيقها وبمنح قروض شرف تستهدف أنماطا من المشاريع لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة وتحرص الحكومة كذلك على إعطاء نفس جديد لبرنامج انطلاق وضماني استدامته وتلتزم الحكومة بتنفيذ البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار باعتباره رافع لتنويع وتجويد وتتميل الإنتاج الوطني ويساهم هذا الصندوق في تمويل السياسة القطاعية التموحة وكذلك ركائز تحول اقتصادي مثل تطوير الصناعة الخالية من الكربون وتسريع التحول الرقمي وإنعاش القطاع السياحي كما يواكب صندوق محمد السادس للاستثمار كمستثمر مال في الرأس مال المقاولة الناشئة الصغيرة المتوسطة ومواكبة لهذه الإجراءات الأفقية ستعمل الحكومة على تعزيز وتحديد القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالفلاحة ستعمل الحكومة على تنفيذ توجيهات الملكية السامية من خلال مواصلة تفعيل استراتيجيات الجيل الأخضر من أجل بطاق طبق وسط فلاحية واسعة ومواكبة جيل جديد من المقاون الفلاحين الشباب بفضل تعبئة مليون هكتر من أراضي الجموع قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي وستحرص الحكومة على التفاعل الآن مع التوجيهات الملكية إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ولسيما الغدائية والصحية والتاقية والعمل على التخيل المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد وفيما يتعلق بالصناعة ستفعل الحكومة خطة ومتطوير صناعة مولدة لمناصب الشغل منزوعة الكربون وقادرة على تعزيز تنافستها العالمية وفيما يتعلق بالسياحة والصناعة التقليدية ستعمل الحكومة على تنفيذ خطة إنعاش غايتها دعم الفاعلين وتتميل المنتوج المغيري وللارتقاء بالتكوين وذلك بالتنصيق مع فاعلي هذين القطاعين الذي تضرر كثيراً بفعل الإزمة الصحية كما ستعمل الحكومة على تحفيز قطاعات خدامتية أخرى ومنها قطاع السكن قصد إنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سكن لائق للمواطنين والمواطنات وستبدل الحكومة مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية تنافسية في هذا المجال خاصة من خلال استهداف أسواق وشركة متنوعين حفاظاً على استدامة هذا القطاع فيما يخص بالاستثمار العمومي تمثل خطط الاستثمارات المهمة في قطاع الصحة والتعلين خياراً استراتيجياً قوياً لتثمين الرأس المال البشري وبناء منظومات متكاملة ومنتجة لتعزيز سيادة بلادنا وخلق فور الشغل والرفع من القيمة المضافة الوطنية ويشكل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني الهدف الرئيسي للتحول الاقتصادي التي توخاه الحكومة كما يشكل توضيح الإطار التشريعي وتجويد المناخ الأعمال خاصة من خلال تسريع بإخراج ميطاق الاستثمار الوطني الأسس الحقيقية لضمان فعالية ونجاعة خطة التحول الاقتصادي التي ستتبنها الحكومة وتشمال الإجراءات التي تعتزمها الحكومة إحداثها وضع قواعد واضحة ومستقرة تضمن تكافر الفرص أمام جميع الفعال الاقتصادي بتجاوز الحواجز الإدارية والتنظيمية التي تعرقل النمو السليم للاقتصاد بالإضافة إلى تكريس ضو هيئة المراقبة والتقنين وتعزيز استقلاليتها من أجل تنافسية أكبر خاصة في القطاع الاستراجيري الدولة كما تلتزم الحكومة بتنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء ويتعلق الإجراء الرئيسي في هذه السياسة بتمويل برنامج تطوير العرض الوطني للحضانات وتحفيز نقل المستخدمين لفائدة النشاء الناشطات أو الراغبات في ممارسة نشاط مهني حضرت سيدات السادة لقد أثبتت الأزمة كما أثبتت اختبار استحقاقات الثامن من شبطانبر على أن المغاربة على استعداد لمنح تقتهم لمنظومة إدارية تتصدر في هذه الدولة المعادلة الاجتماعية ولبلوغ هذا الهدف ستوجه الحكومة مجهودتها لتعزيز حكامة التدبير العمومي عبر تكريس شفافية الإدارة اعتماد المقاربة التشاركية حتى يساهم المواطنون في تدبير شؤونهم مع تعزيز سبو المحاربة الرشوة محسوبية والزبونية وستعمل الحكومة كذلك على سن إجراءة من الموسع تحسن ولوش المواطنين السواسية إلى الخدمات العمومية وفي سبيل تعزيز أطر الإجراءات الاجتماعية تلتزم الحكومة بالرفع من الرقابة خاصة في قطاع الصحة والتعليم صحة والتعليم من أجل تقييم صارم ومتواصل لنتائج السياسات الاجتماعية وتحقيقا لهذا الهدف وتحقيقا لهدفي بناء أواصل التقى بين الإدارة والمواطنات والمواطنين سنجتغل داخل الحكومة على خمسة محاور رئيسية تفعيل الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري ثانيا تقريب وتحديث الجهاز الإداري مع تعزيز مراقبة جودة الخدمة الاجتماعية ثالثا تقليص الفوارق الاجتماعية رابعا تسريع وتيرة التحول الرقمي وخامسا تدبير عادل ومسؤول للموارد المائية وتسريع بالانتقال البيئي ويعد تقليص الفوارق المجالية بين الحواضر من جهة والعلم القاروي والمناطق الجبلية من جهتين أخرى ورشا ذات أهمية بالغة حيث تعتزم الحكومة جديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية قصد مواصلة تنسيق جهود مختلف الوزارات والمؤسسات المركزية والمجالي الثوربية المتدخلة في تنمية العالم القاروي من أجل تنفيذ السياسات العمومية التنموية بحكامة وفعالية وتلقائية ثمنية ومجالية وتفعيل التوجهات الملكية السامية وحرصا منها على مواصلة الإصلاح العميق للقطاع العام ستعمل الحكومة على التسريع بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير استراتيجي لمساهمة الدولة وتتبع نجاعة آداء المؤسسات والمقاولات وتفاعلا كذلك مع مضامي الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية الشعية ستسعى الحكومة لضمان تناسق وتكامل وانسجام السياسات العمومية وتتبعها كما ستفتح في أقرب الآجال ورش إصلاح المندوبية الثامية للتخطيط لجعلها آلية للمساعدة على التنصيق الاستراتيجي لسياسة التنمية ولمواكبة تنفيذ النموذج التنموي هذه هي الخطوط العريضة للبرنامج التي تعتزم الحكومة تطبيقه والتي تجدون تفاصيلها في وثيقة البرنامج الحكومي تنفيذا للتوجيهات السامية التي حددها صاحب جلالة نصر الله وتفعينا لمضامني النموذج التنموي واستجابة لتطلعات المواطنين وأخيراً أود أن أركد على عزم الحكومة إقرار علاقتها مع الجهاز التشريعي بغرفته في احترام تام لمبدأ فصل الصلط على أسس أسس الحوار والشفافية والتنصيق المفتوح والمتواصل لتجاوز مختلف العقبات والصعوبات التي قد تواجه مصار تنفيذ مضامنه مع الحرص الدائم على إعلاء مصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين كما أن الحكومة عازمة على وضع أسس متينة لعلاقة يسودها الاحترام والحوار والقبول بالرأي المخالف والأخت بالنقد البناء للمعارضة البرلمانية مع فتح المجال أمامها للاطلاع بأدوارها الدستورية من خلال تيسير ولوجها للمعطيات والملفات المتعلقة بتنفيذ السياسات العمومية وذلك إيماناً بأن الارتقاء بالممارسة الديمقراطية يقتضي تواجد أغلبية تساند الحكومة ومعارضة تتحمل كل مسؤوليتها بتفان وإخلاص إن الأزمة تمنحنا فرصة تاريخية لإرساس أسس دولة أكثر عدلاً وقوة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصر الله يحدون طموح جماعي لتكون هذه الحكومة التي تعبر عن إرادة شعبية قوية حند حسن ضن جلالة الملك والشعب المغربي وندرك تمام الإدراك أن سبيل النجاح هو المقاربة التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة ونكران الدات من أجل خدمة المغاربة وتسريع من وطيرة التنمية لتجاوز إكرهات المرحلة وتذاعية الجائحة وإن إدراكنا لحجم الطموحات التي يختزنوا هذا البرنامج لا يوازيه إلا تقتنا بأن إرادة صاحب جلالة وعزيمة الحكومة وتطلع المواطنين والمواطنات ومساندة البرلمان سيجعل منه لمحل برنامج يحدث القطيعة في مرحلة حاسمة لتحقيق التغيير المنشود إنه برنامج الأمل للخروج من الأزمة بنجاح إنه متاق شرف نعقده مع المواطنين والمواطنات ونحن نلتزم من خلاله بتعبئة كل القوى والتاقات الحية للبلاد من فاعيين اقتصاديين واجتماعيين وعلى رأسهم لهئة النقابية وجمعيات المجتمع المدني لإنجاح ما يعد بتحقيقه وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير لهذه الأمة تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لمولانا أمير المؤمنين حامل ملة والدين صاحب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العت الأمير مولي الحسن وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكراً سيد رئيس الحكومة شكراً سيد رئيس مجلس المستشارين محترم شكراً السيدات والسادة البرلمانيين الشكر الموصول لكل السيدات والسادة الحاضرين رفعتي الجلسة وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر شكراً شكراً شكراً